وسبق توقيع مذكرات التفاهم مباحثات رسمية عراقية إيرانية في بغداد رئيسها رئيس الوزراء العراقي عدل عبد المهدي ورئيس الإيراني حسن روحاني وبحسب بيان الحكومي فإن عبد المهدي وروحاني عقد جلسة المباحثات المشتركة بحضور الوزراء والمسؤولين من أعضاء الوفدين وتناولت استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز جهود الأمن والاستقرار والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعديد من الملفات المشتركة في مقدمتها النفط والزراعة والإعمار والاستثمار والصحة والنقل والمناطق الصناعية والمنافذ الحدودية هذا وحضر المباحثات عن الجانب الإيراني وزراء الخارجية والداخلية والصناعة والمناجم ومحافظ البنك المركزي وعن الجانب العراقي وزراء النفط والخارجية والإعمار والإسكان والتجارة والصناعة والمعادن والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي شكرا